نتحدث اليوم عن تجهيز هذا المتحف المصغر نوعاً لمتحف مدينة مغازي بإذن الله هي عبارة عن مشاركة تمت دعوة لها من خلال اللجنة المنظمة لمهرجان صيف مغازي قبلنا الدعوة عادة لمحاولتنا الإيصال عديد الرسائل للمجتمع بشكل عام ولي الجهات المسؤولة في البلاد للاهتمام والالتفات لمجال أو قطاع الأثار في ليبيا وفي مغازي بشكل خاص تجهيز المعرض تم باختيار مجموعة من القطع الأثرية كل قطعة من هذه القطعة تحكي قصة وكل قطعة توصل من خلالها رسالة كل قطعة لها مميزات خاصة ومجموعات من القطع لها تاريخ وتحكيس حضارة معينة تعكيس ثقافة معينة هذه الثقافات وهذه الحضارات عاشت على أرض ليبيا فأصبحت جزء منها أثرت وتأثرت قمنا باختيار مجموعة القطع الأثرية ثم لإعداد تجهيز هذه القطع عن طريق البحث بشكل مفصل في المصادر والمراجع عن القطع وعن تاريخها وعن الفترة التي تحكسها عن الطراز الذي سممت من أجله عن الفترة والمرحلة التاريخية التي ترجع إليها فكان العمل شاق بعض الشيء فتولى هذه المهمة طريق متكامل من باحثات قسم المتاحب والجدير بالذكر أن معظم قسم المتاحب هو من النساء باحثات خرجات قسم الأثار جامعة بنغازي وبالإضافة إلى اختصاصات أخرى كانت لها يد العون في هذا المشروع كل حسب تخصصه وكل حسب قدرته لم يتوانى أحد من الفريق هذه الباحثات من تقديم كل ما تملك من المعلومات وكل ما تملك من جهد حتى يتعدى هذا الجهد إلى المجهود البدني لتحقيق الهدف الأسمى من هذه المشاركة وهو إنشاء متحف لمدينة بنغازي تم التجهيز لهذا المعرض ببعض الإمكانيات ذاتية بعض المجهود الذاتي من خلال مراقبة أثار بنغازي بالإضافة إلى دعم اللجنة المنظمة لمهرجان سيف بنغازي حاولنا من خلال هذه المشاركة ومشاركات سابقة من تقديم رسالة وهي وجود كم هائل من القطع الأثرية في مخازن مراقبة أثار بنغازي هذه القطع لا تستحق أن تكون قيد الأدراج والأرفف وإنما تستحق أن تعرض للجمهور حتى يتعرف الناس على هذا الإرث الحضاري من اليوم الأول للمعرض لحظ إقبال جماهيري كبير من الناس على اكتشاف هذه الرحلة الزمنية عبر هذه القطع الأثرية كان إقبال كبير جداً إقبال مبهج الحقيقة فيما بعد بدأت الجهات المسؤولة في الدولة بالالتفات للموضوع بالاهتمام بالحضور بقدوم مشاهدة هذه القطع مشاهدة هذا التنظيم أجواء المعرض كانت بالكامل يعني لاقت استحسان سواء الجهات المعنية بمواضيع هذه أو الناس العامة لحظنا إقبال جميع شرائح مستويات شرائح المجتمع من الأطفال فالإقبال هذا من جميع الشرائح من جميع المستويات حتى الكبار في السن يقارنوا ما بين حياتنا القديمة وما بين استخدام خاصة الأواني الفخرية عند الأغريق وعند الرومان فالإقبال كان ممتاز جداً والإقبال كل يوم وصلنا لمرحلة أن الدخول يكون بشكل مراحل تدخل فوج وبعد كي نعطي فرصة شوية نين المجموعة في المعرض تشاهد القطع ثم يتم إدخال للمجموعات الأخرى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر